هل يمكن أن نجد مثلاً اعتراف آخر بشكل مشابه؟ هل افطرنتم مثلاً أن تقولوا رأياً سياسياً من أجل المال؟ على الصعيد الشخصي لا حقيقةً لكنه تقول لي أكوم أشرهي وجود مجاميع؟ أقولك نعم كثيرين من الذين قد تجدهم مو من أجل المال الجيد هل سيجوز أستاذ سرمد منذكر لك يجوز أكون مبلغ شهري لطيف مثلاً يعني يسمح لأنه يتقاضى ويستحق لا تشوف عدى لقائن إذا كان فيه مبلغ لطيف ممكن هل سيجوز إيدا أقول لك الذولاك أعذرهم أنا أدى وصل لك إلى مرحلة أذقل من هذا تجده لديه لقائن في قناتين إحداهما مختلفة بتوجهها عن الآخر يتحدث في هذه القناة ما يريد توجه القناة ويتحدث بعد ساعة في قناة مناقضة لحديثه في هذه القناة هذا الشخص بالتأكيد أنه يلعب على أوتار عديدة طيب للصلاحة المطلقة لأنه غير متداول ما أنتم كنتم أيضاً ضمن خاطئة الهدفة وثلقانون السحوال ثم أعلنتم في مؤتمر صحفي وعلى المدى أنكم لا تمثلون الهدفة وثلقانون نعم لخلاف ليس لأنه ما كان للمال وجود لأنه أصلاً طلب منا أن نأخذ هذا العنوان في الحملة الانتخابية بالواحد وعشرين لكن لخلافات في وجهات النظر أزاء ما يصدر من البعض متبنيات معينة جعلتنا أنه حتى نكون أكثر استقلالية وأكثر طرحاً فيما نقول وأما أن يملى علي أنا لا أذكر في يوم من الأيام تحدثت في لقاء وفي قناة فضائية ما يملى علي بل كنت كثير الانتقاد لكل السياسيين أنا عندما أدافع كم نسبة ونحن ننتهي الوقت تقريباً كم نسبة الذين يعطونا رأيياً سياسياً الآن من أجل المال فقط كم النسبة؟ الآن أنا أقول لك عشرة تقريباً الملتزمين وما دونهم عشرة أشخاص الملتزمين وما دونهم يبحثون عن المال تقسم الذي يظهرون على الشاشة طبعاً طبعاً الذي يظهرون على الشاشة ترجمة نانسي قنقر